اشتركوا في القناة 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 يجب أن يتدفن ويجب أن يرى بأنه يرى من العناك ويقول لك لا أرى ما ترى ما هي الرحقة هذه يجب أن يكون في ديكسورة جيدة التي تزد في الأخر ويجب أن يحررون على عيني أصررت أن ترى 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 وقد رأيتها الزوجة ونحن نرى أخواتها والأولدها ومع رجل أخر هي أن يترى أن يترى أن يكون لدينا وقف لنا عند دراسنا وحادينا لن تركنا لذلك المرة لترى أن نتركنا إلى النظرة الأخرة وبعد ذلك وكان رجعنا إلى السنة الذين لا نترك أيضا أنه لم يرتفن من البنات لا يبكوا لم يبكيوا كانوا يخافوا وكانوا خائفون وكانوا مرتبون وكانوا حتى خرجت القنازة وكانوا يرتاحوا احنا ممشينا المكان الحاديث مش فينا مكان الحاديثة مش فينا السيارة كيفاش كانت مش فينا شنوقع مش فينا حتيش في حاجة لان هي في ديك خلال ديك ثلاثة سوايع كيف معا تقولها من بعد قدات وقادت شغلها وقادت مسائلها وكل شيء وعادت تبلغنا احنا احنا تقول عايب اللغنا عايب اللغنا وحد سيد من العائلة في الامن كي تكون في سلاح جديدة هو اللي يتصل بالاخ ديالي وقال لي هرى الاخ ديالك نوردين راح توفاك سيدا عاد جال اخ ديالي بلغنا احنا وعاد مش فينا رغم ان كيف ما كان عاود نأكد رابين نوبين دا الخوية 30 متر اغي احنا مش في زنقة واحدة احنا في زنقة وهو في الدورة من مورها منين بدينا شوية كان في خرجات القنازات تدفن خوية صافي ولينا كان شوفوا شيء مناظر غريبة السيدة كانت ضحك هي وخواتتها عادي بحل لك ان ذا كلمات ما عندو حتى شيء علاقة بها لو كان كان غير جارها كانت عطراعي الحرمة ديال الجيران ديال صافي من بعد ولينا كان طرحوا شيء تساؤلات ولا ولينا كان شيء حوايج دازه قدامنا ولينا كان حلوهم ولينا كان بغينا نستوعبه وشنو وقع كان ظلوها كي فا وقتش خرج من الدار حغولي كان معه وش خرج ووحدي سولة كان معه شيء حد Faculty حصل سويلها و مرة تقول حد διαداء ممكنة الرجالשלاطر عليها مرة قالها قلت لي لايباً مامى ملك يبدآهاнего مع Oakley مرة قد انت Yin اللقطع بعد وحد Alexanderенной اخلي مرة قلت علي خرج مع استعدى mahd الصباح النخر منين دمقتلك وقتلنا اخذت اللي لا قولة لي ما فقد علي شافو المساعدة بالدار قلت لي مع قلج بقينا هكذا صافي منه مهم دازت نهار الأول نهار الثلاثية مني بقينا كندغطو عليها وولينا كنسمعوشي هدرا الناس كيقولو لنا مثلا هي كتقولك بان خجبو حديثو منطر الناس مني كيجوكي عزيونا كيقولك بنتو اللي كانت صايقا بيه واش موقعت لها حتى شي حاجة وولينا كنتفاجأو بشي حوايج مني نضغط مني صافي كترو الأسئلة قلت لك في الخر قلت لك خوكم مات مقتول وحتى شي واحد ما غادي يعرف وما غاديش تعرفه والحقيقة ما غاديش تعرف لأن كين القادية فيها ناس كبار وآه هي كما كتقول على حساب كلامها هي أنا خايفة على بناتي قلنا لها مني نسي راجلك مات مقتول يالله نمشي ونديرو شكايان نمشي وننبلغو قلت لك لا أنا حتى ناخذ مستحقاتي خليناها احنا يا نمشينا احنا يا نمشينا طبعا الحال أخوتي نمشينا الولاي دي الأمن درنا شكاية نمشي أخوتي الولاي الأمن درنا شكاية النهار اللي غاديجيوا البوليس باش يبلغوها هي باستدعاء باش تمشي على الشكاية مجرد البوليس خرجوا من عندها من الدار جات هي وبنتها لعندنا من الدار كي يجدبو كي يحيحو كتقول لك بغيتوا تطيحوني والله ما نطيح بغيتوا ما عارض شنو تديروا لي المهم كتخاصة كتغوت ما عندكم شو الحق دخلوا ذاك شي بيني وبين رجلي واش المسألة فيها جاريمة تقتل وبينها وبين رجلها كيف يعقل منين بقينا احنا بقنا كان ضغط بينتها اعرفتين إن det är لم تمقتل قلتين ودابا تم انا قلت ابتتين يا انت بنات الرحون الميخج طكن بعد ذلك يعطي أنهم موضوع السداء أعنجوا ، وقعت ذلك الحمامات الله أنفسوا ، وأنا لديهم في مساعة ocean لا يمكنني أن يجب أن أطلقوا حسب장님 أنت مهتم كان أنت عور أختي مهتم أختي تدعم لهذا كانت يحدث لك لا، لم أص rushing تدعم bean وإهداف ماذا تصويره مورا يا ناس كبار معايا ناس كبار. شكوناهما هاد الناس الكبار؟ احنا بغينا نعرفه شكوناهما هاد الناس الكبار؟ الاخ ديالي وش عندوش اعداء في الخدمة ما الله علم ما عرفناش لان الاخ ديالي الله يرحموه راه الكل كيش هدلي بالاستقامة والنزاهة الكل سواء في الحومة سواء في الخدمة سواء الجيران سواء اي واحد وكان انسان متواضع الى ابعد الحدود يعني احنا ما بغينا نعرفه الحقيقة ما خلتناش نعرفه الحقيقة ما خلتناش احنا نمشي ونديرو شكاية ونعرفه الحقيقة برأسنا وما بغى تقول بتا شي حاجة اللي كتخسرو علينا هي انني انا ما عنقول حتا شي حاجة وما غدي تعرفوا حتا شي حاجة وهالسيدة كتقول كبورا يا ناس كبار وفعلا لان ديك الجرأة باش كتتكلم وذك الجباروت باش كنت كتتصرف كيدل لان فعلا راها كينشي حد اللي في ظهرها احنا مشينا دارو الاخودي ليشي كايب الولايات مشينا درنا دعواق في محكمة استناف برباط من الفين وثمنتاش وحنا يا ما كينتشي نتيجة طلبنا استماع المكالمات كينشي طلبنا تشريح لان كيف يعقل ان رجل امن مسؤول امني يموت يتوفى وفي المحضر ديال الحادثة احتمال حادثة تسير يعني بما ان كان احتمال حادثة تسير اذا هناك احتمالات اخرى تقدر تكون جريمة تقتل تقدر تكون هادشي تعرض للتجريسة جريسة شي حدو علاش ما تعطاش اهمية الاحتمالات الاخرى هادشي اللي بغنا نعرفه ثم ان في المحضر ان ان حادثة تسير وقعت ولم يتقدم اي شاهد ليد بشاهدتي بان حادثة كيف يعقل ان حادثة تسير وقعت في سبعة صباح واش الطريق كانت خاوية تخوية الخوية دار فيها الاكسيدون ستات ما كان حتى شي واحد ما كان حتى شي سيارة كانت دايزة ما كان حتى شي واحد شاف الحادثة ما كان حتى شي واحد يعني شي امور كانت غامضة بغينا نعرفوها وبقات غامضة وحنا راه ما سكتناش راه من 2018 الناس اللي في التعريق يقول لك الله فين عائل تباها فين هم حنا راه ما سكتناش ورب اللي يعلم دك شي اللي تشفن في هات 6 سنين وما عنسكتوش حتى يبال الحق بإذن الله بعد الكلام اللي سمعته ديال ابتسام تقول لك بأنه الأم كتقول لها أخوتي 30 مليون وصف كتير هذا هذا الأجل المسألة الأولى ومسألة تانية بحكمتي أمتي على البنات كاملين علش هذا ابتسام ما تضمنوش مع أخواتها مثلا أنا غالي أقول لك يعني ابتسام كانت هي البنة الكبيرة عند الببها كانت هي المقربة أكتر لببها بهذا المناء أخويا كان عندوني زاعات مع مراته ومعمره مرتاح معها وهذا رب شاهدت الجيران يمكن لكم تستفسروا وتعرفوا لأنه كانت النزاعات كانت كانت يدخلوا فيها حتى الجيران أحيانا وكانت نقطة ضعفه هي بناته كانوا بناته عزازين عليهم بالساف كان صبر على وديتهم كان دائما كانت مني كيبغي كيفكر يطلق مرته كتلويل ودراعه بالبنات كتقول له غادي نديهم ومعا تبقاش تشوفهم مني كانوا صغار هذا مني كانوا صغار منين كبروا صافي أخويا فاض بي كما كيقولوا ما بقاش قادر يستحمل ما بقاش قادر يصبر أنا قالها لي أنا الأخذ يا لي جا عندي قال يشوف يختي كان كيوجد العرس ديالبنته البنت الوسطانية اللي مشات الفرنسا كان كيوجدها العرس لي أن أخويا توفى نهار الحد والبنت كان عندها العرس نهار الخميس الاربعون الحميس كان كيقول يشوف يختي وأنا رمى المطار ما غدا وصلها للمطار هي من طريق وأنا من طريق كان واحدة سير في سيدي معمرو دقين وقالوا لي أناصرتوا بيارتصال بأنه ابتيسام ما حشت مع الأم والأب عشت معه وعشت عن جداه لماذا؟ بحكمة أم ديال لماذا عشت مع الأم ديال التي كانت قيام بجداه ابتيسام عاشت ما بين البيت ديال جداها ما بين در جداه وضربها عاشت ما بين هنا وهنا بحكم أننا جيران كتكوز هنا وأكتكون هنا احنا جيران وقراب. وكانت كترتاح هنايا لانها ما كانتش ماشي ما كانت ترتاحش مع امها. اه كانت هي القريبة لمها. الخرى لمها كانت البنات الاخرين كانت كتترومهم ليها. كانت واخدهم بحل اشان نقول لي كدير بهم الشونطاج للراجل الها. دائما كتلويلوا دراعوا. ايلا طلقت رغادين ديهم وما قادش تشوفهم رغادين ما قادش تشوفهم. دائما هذه هي الهضرة TYANA. هو مزوج في مرة اخرى لا؟ لا هو طالقة. عنده طالقة. عنده بنت. هي اللولة. لا ما شي هي اللولة هي التانية. فروحش يعني هدى الام دابا اللى كانت كلموا عنها. اهدا عبرتها. اهدا بأش رأي المنت دربه قول زوجة اللولة شكونه هي西واللي اموته بتسام يللást يا اموته اموته بتسام اموتا Beli س 함 بقارن فيصل. عاود زوج ужас بلا مرة تانية. ولد معها البنت. نفصل معها وعود في السوشال. اللولة. اللي هي اللي يكمل معها عاد وولد معها جوج ابنات. العلاقة. العلاقة دي اللي مرحوم بالزوجة تانية. كديرا. السيدة ما كتعيش هنا في المغرب. السيدة كتعيش بره في المغرب. بره في سبانيا. يعني ما عنده كانت بيناتهم بنت لا اقل ولا اكتر. كانت بنته كي يصفط لها يعني كي يصرف عليها كي تصل بها كي سوول فيها كتجي مني كتجي المغرب كتجي كتنزل هنا كتجي لعندنا صفي. لا اقل يعني ما ما كانش هي السيدة هديك منين منين عرفات بان هدي بقى تبعاه. هي مشات عن طرى دي هي اللي بغات ودارو صفي تفارقو. كسؤال اخير عندي معك يعني يعني اعطيتك مجموعة من نقطة في الوضع وكان شكرك. هات السؤال هو انت بحكم الاخت دي يعني انت العمة. كتشوفي انه الوفاة مش حالية راه الوفاة احنا علاش نقول لك علاش احنا الحديثة وقعت في السبعة الصباح وحنا جيران خوية وما تبلغناش حتى العشرة الصباح. حتى العشرة. حتى تم ما تم والتخفة ما التخفة. لان احنا لو كان مشينا المكان الحديثة وشفنا المكان ديال حديثة وشفنا المعطيات ديال حديثة. ما كنا نسمحو ان اخوية يتدفن. كنا عن طالبه بتشريح فورا وعن طالبه بتفتح تحقيق. لانها واضحة دري صغير الى ديتي. غادي يقولك بان هذه جريمة قتل ما شي حديثة تساير. كذلك ما بحثوش ان شموث معلومات يعني في ديك الليلة. ام عاش خراج بالضبط. واش كان واش مشلمي الخدماء. انا مشل الخدماء من الطبيعة. غادي عارفوهم تدخل وشف مهمة ولا لا. هاد الامور بتدقيق. ليتساعدكم اكتر في البحث. ما بحوتوش واش وصلوا المعلومات فيه. حنا كان الاخ ديالي كان بار بالام دياله. كان دائما كيجي عندها في الصباح. قبل ما يمشي الخدماء كيجي كيشوفها. ومني كيجي في الليل كيجي كيطمأن عليها وكيشوفها كي مشي لداره. ديك الليلة ماجاش. قلنا ربما مشغول في العرس ديالبنته كيوجد ذاك شي اللي يحصل العوان. يعني كان كي مشي كي تسخروا ذاك شي. ماجاش عنا في ديك الليلة. منين تبلغنا بالخبار ومشينا كان نسوه له كيف ما قلت لك. كان نسوه البنت ديال وقتاش بابا كخرج من طار وقتاش. هذي كل مرة كتعطيني وقت في شكل. في الاخر قلت لي ما عقلت. ولكن يوم الواقعة بعيدة شوية على تاريخ العرس. لا. الواقعة الحد والعرس كان يوم الخميس. يعني شحال بيناتهم يومين ولا الثلاثية. ما عندك شي معلومات يعني من 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 الحي من الناس المقربين. شي خيط يعني رفيع. نلبحت اكتر في مدقة في هذا الموضوع. نجي بحكم الهمة. احنا ما عرفنا شو شو قع الشجار في الدار. المهم ان المهم في هذه القضية كاملة انها ليست بحادثة سير. جريمة قتل. احنا ما كانتها مش الزوجة مباشرة. ولكن الزوجة كتعرف كل شي. عارفة حتي لما كانت شي الفاعلة عارفة شكل يقتل. وحتي لما كانت شي الفاعلة را عندها مشاركة او لم تسترق. اختي الله يوفقك يا ربي. باش تبلع حقيقة اكتر في الموضوع مشاهدنا الكرام كما تبعتو معنا عنك شي اضافة. دي واحد الكلمة اخيرة. لا ابتسام ولا انا ولا كلنا ولا العائلة دي المرحوم الله يرحموا لي كان مسؤول امني. راه نحنا ما كانش كوش في النازة هادي الرجال الامن. ما كانش كوش في النازة هادي الجهاز الامن. راه اي جهاز كين الناس شرفاء اكيفاء اللي كي خدموا البلاد. اللي كي يتقاتلوا كي يخدموا المصلحة العامة. هذا وعلى رأسهم خصوصا في المديرية العامة الامن الوطني على رأسهم السيد المدير العامة الامن الوطني السيد عبدالطف الحموشي. الله يوفقك يا ربي. بيجي بيالحقيقة مشاهدنا الكرام كما تبعتو معنا اول ظهور الاخت صدر الدين مسؤول امني لي. مش هنطرب العالمين في 2018. مبدئي الواقع فيها حادثة سير. ولكن العائلة لهم رأي اخر. تبعنا الحوار مع ابتسام لي الابنة جيلو. كانت تزبد وترغيط كما تشاء تريد حقيقة وفاة الابد يالا. الان تسمعيها الاخت جيل المعني اللي هي الامة جيل الابتسام. اعطتني القصة من الاول مشاهدنا الكرام. سوف اكون ان شاء الله متتبع القضية دائما. مشاهدنا الكرام تعليق المواطن. شكرا لكم.